قبل حوالي ثماني سنوات حين كانت هذه القناة جديدة وقبل أن تشيب لحيتي في الحقيقة قبل أن تنبت لحيتي صورت فيديو يظهر أننا إن قطعنا حبة عنب من الوسط بالكامل تقريباً ووضعناها في المايكروويف سنتمكن من الحصول على بعض البلازمة أجل تعيش قوانين الفيزياء أجل إنها ما زالت مستمرة لكن الشرح الذي قدمناه في ذلك الفيديو لم يكن واضحاً كنت أنا وزميل الفيزيائي ستيفن بوزي انتظروا حلقة أخرى عن هذا الموضوع على قناة فيريتاسيوم بصراحة لم يكن أحد يعلم كيف تتم هذه العملية قبل وصول يومنا هذا فبعد نشر ذلك الفيديو نشر ثلاثة علماء تفسيرهم عنها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم درسوا هذه الظاهرة بكاميرات عالية السرعة وحرارية والنمذج الكهرومغناطيسية وأعطوا تفسيراً مردياً جداً يتخطى ظاهرة البلازمة التي تخرج من حبة العنب في المايكروويف لذا تواصلت مع هؤلاء العلماء في الحقيقة لقد شاهدت الفيديو الذي صورته قبل مشاركتي في ذلك التقرير أوه حقاً أجل لهذا كنت مهتماً بالأمر قبل البدء بالعمل على المشروع أظهر العلماء أنه لا داعي لاستخدام قطعة عنب بل يمكن الحصول على نفس النتيجة باستخدام حبات الهلام المائي وهي حبوب من البوليمير يتضاعف حجمها حوالي 100 مرة حين توضع في الماء لنفهم كيف تحصل حبة عنب في المايكروويف على البلازمة علينا أن نعرف بعض الأشياء مثل أن تردد الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي يصدرها المايكروويف يقارب الـ 2.45 جيجا هرتز هذا يعني أن الطول الموجي للموجات الدقيقة داخل المايكروويف يبلغ 12 سنتيمتراً تقريباً إن درست عن الإشعاعات الكهرومغناطيسية قد تعتقد بأن أشياء مهمة ستحدث لو أن طول الشيء داخل المايكروويف يتطابق مع الطول الموجي وحبة العنب لن تصل إلى 12 سنتيمتراً لكن المهم في هذا هو كم يبلغ الطول الموجي داخل العنب 12 سنتيمتراً في الهواء لكن مؤشر الانكسار داخل العنب يجب أن يقارب 1.33 صحيح؟ حسناً الطول الموجي المرئي أقل بكثير ولكن معامل الانكسار داخل المايكروويف يقارب العشرة أي أعلى بكثير أي الموجات الدقيقة تنتقل في العنب أقل بعشر مرات من سرعتها في الهواء أجل أجل وهذا يعني أن طولها الموجي أقل بعشر مرات مما في الهواء فبدل 12 يصبح 1.2 سنتيمترا ما يعادل تقريباً حجم حبة العنب إن نحن وضعنا حبة العنب في المايكروويف من دون أن نقطعها من الوسط سنرى أن الموجات الدقيقة ستبقى محتجزة في حبة العنب بسبب صغر حجمها وارتفاع مؤشر الانكسار فيها تبين أنه حين نملك كرة يتساوى قطرها تقريباً مع طول الموجي للموجات الدقيقة التي تدخل إليها قد تحتجز الموجات في الداخل إنها تصطدم نوعاً ما بجدران الجسم الكراوي وترتد فلا تستطيع الخروج منه إطلاقاً أهذا كالانعكاس الكلي الداخلي؟ أجل إلى حد كبير واو هذا شيء لم أفكر في الأمر هكذا من قبل إذن تعلق الموجات الدقيقة في حبة العنب وتشكل وصائط الرنين هذه التي قد تعتبر كالموجات الموقوفة إنها طرق تحب الموجات الكهرومغناطيسية أن تتذبذب بها في حبة العنب فيكون الحقل الموجي الأقوى للموجات الكهرومغناطيسية في مركز الحبة عندما نضع الحبة في المايكرو ويف لا تسخن من الخارج إلى الداخل كما هو متوقع بل تمتص الموجات الدقيقة من الداخل إلى الخارج إن وضعنا حبة أخرى في المايكرو ويف سنرى الشيء نفسه يتكرر إذ تعلق الموجات الدقيقة في الحبة الثانية وأن السعى الأعلى للموجات في منتصف الحبة لذا تتركز معظم الحرارة هناك لكن إن قربنا الحبتين من بعضهما لتصبح المسافة بينهما أقصر من طول الموجة عندها سيبدأ الحقل الكهرومغناطيسي في كل حبة بالتفاعل مع الآخر إن جعلنا الحبتين تتلامسان سيتكون الحقل الكهرومغناطيسي الأقوى عند نقطة اتصال حبتين العنب أي سيتشكل هناك أقوى حقل مغناطيسي متذبذب وستقع النقطة ذات أعلى درجة حرارة ومن الشيق أنهما من داع لقطع الحبتين من الوسط فوضع الحبتين جنبا إلى جنب سيعطينا النتيجة نفسها طالما أنهما متصلتان لهذا السبب يضعون زجاجة ساعة تحت الحبتين والغرض منها هو أبقاء الحبتين متلاصقتين مع وجود حقل كهرومغناطيسي قوي عند نقطة اتصال الحبتين نحصل على بعض الشرارة نتيجة انكسار الهواء أي الحقلان الكهربائيان قويان جدا لتأمين جزيئات الهواء وتكوين هذه الشرارات وهذا ما يؤدي إلى تشكل البلازمة فهما يشكلان الآيونات التي تستقبل الكثير من الطاقة من الموجات الدقيقة نراها هنا تومض على تردد 120 هرتزان أي ضعف تردد الطاقة المعتادة الذي يبلغ 60 هرتزان وهذا يبين أن الموجات الدقيقة تومض مرتين في الدورة الواحدة ومما تتكون مادة البلازمة؟ حسنا العلماء درسوا جيدا الطايف المغناطيسي للبلازمة المتكونة من العنب ووجدوا طايفا بعاث شديد للبوتاسيوم وأيضا للسوديوم لذا يبدو أن هذه الآيونات موجودة بكثرة في العنب وعندما تتشكل البلازمة تنبعث هذه الآيونات إلى الهواء فنراها بوضوح تام أوه يا لهذا الجنون حسنا حجم العنب مهم جدا وتوقعت ذلك لأننا لا نرى هذه الظاهرة مع الكثير من الفواكه الإسفنجية الأخرى لكن لا داعي لأن يكون حجم حبات العنب دقيقا جدا لأن المياه تمتص الموجات الدقيقة لذا قام العلماء بنمذجة ذلك وتبين أنه إن كانت هناك مادة في العنب لا تمتص الموجات الدقيقة فسنرى أن نطاق الحقول الكهرومغناطيسية سيتسع جدا عند استخدام أحجام معينة إذن عليك استخدام حجم محدد للحصول على هذا التوسع لكن وجود مادة تمتص الموجات الدقيقة كالماء يزيد احتمالية توسع الحقول الكهرومغناطيسية فيكون التوسع أقل لكن بأحجام مختلفة لذا نحصل على هذا مع حبات العنب رغم اختلاف أحجامها إذن بخصوص تطبيقات هذا البحث ما هو رأيك؟ من الواضح أن الذين مثل متحمسون بشأن الفكرة لأنها خدعة مسلية لكن عدا ذلك ما رأيك الشخصي بشأن تطبيقاتها؟ ما يحول دون تصنيع رقائق أصغر حجما اليوم هو عجز الطباعة الحجرية عن طباعة مميزات صغيرة إذن استخدام كرتين بالحجم ومؤشر الانكسار المناسبين يجعلنا نركز الطاقة الكهرومغناطيسية في نقطة اتصال صغيرة بينهما تبلغ مليمترا باستخدام إشعاع ذي طول موجي يساوي 12 سنتيمترا إن ركزنا الضوء بشكل مشابه سنحقق تقدما ملحوظا في تقنيات الطباعة الحجرية إن تمكننا من الاستفادة من هذه الظاهرة لتطوير طباعة الحجرية وطباعة أشياء صغيرة فسنستخدم الضوء للطباعة سنتمكن من طباعة علامات يصل حجمها إلى نانومترين الاعتماد باستمرار على قانون مور أجل بكل تأكيد وبوضع عدد أكبر من الأشياء الصغيرة في شريحة واحدة أنا مسرور جدا لأنني أخيرا تمكنت من تفسير هذه الظاهرة هل أعجبتكم وفهمتموها؟ ألديكم أسئلة ضعوها في الأسفل؟ وأيضا أنا أحب الفيديو السابق الذي نشرته لذا إن لم تشاهدوه بعد فألقوا نظرة عليه وسأضع رابط الفيديو الأساسي عن العنب رغم أنه قد لا يكون جيدا جدا صورته من ثماني سنوات لكن شكرا على المشاهدة